تقريبا أربع خمس صحف بالإضافة طبعا إلى تكلمة المنشيتات عن جلسة باتشير اللي هو جلسة مخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الخارجية والأمور إن شاء الله طيبة بذن الله احنا بعد غراءة الصحف وتفصيلها راح نأتيكم بأهم الأخبار بعد الغراءة ونبدأ معاكم مع جريدة الشاهد جريدة الشاهد المنشيت الرئيسي ولي الأهد تعزيز مكانة الكويت اقتصاديا سموه تسلم التغرير السنوي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر توفير الفرص الاستثمارية لخلق بيئة اقتصادية تنافسية تحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال استقطاب الاستثمارات المباشرة بما يعزز النمو وتنويع مصادر الدخل خسائر النغل العام المجمعة أغلبهم تتلمذ على يد الفلكي الأشهر في المنطقة أردوغان ومحمد بن زايد بحثاء التعاون والمستجدات في المنطقة بريطانيا تحذر من تحرك روسي سريع باتجاه كيب وأمريكا تتوقع الهجوم في أي لحظة وفرنسا ترى أن كل شيء جاهز للاشتياح السريع المستشار الألماني يجب تفاهم موضوعية المطالب الروسية واشنطن أغمارنا الصناعية صورت تحرك الغوات الروسية من نغاط تجمعها إلى مواقع حجومية على الحدود مع كورانيا الولايات المتحدة وبريطانيا تنغلان سفارتيهما من كيب إلى لفيف جيبيو مورغان برميل النفط سيصل إلى 125 دولار قريبا والذهب يقفز إلى أعلى مستوى فيه ثمان أشهر يصل 18.79 دولارا للوقية يصدرون 692 مليار غيف للعالم الحرب إن اندلعت بين روسيا وأوكرانيا ستحرق خبز العالم وزير الخارجي السوري على من يشجعون الإرهاب أن يتوقفوا فقد يصل إلى ديارهم الجامعة العربية عودت سوريا غريبة جدا وشاهدين هذا ما جاء في جريدة الشاهد ننترى معكم إلى جريدة الأنباء المنشهد الرئيسي لجريدة الأنباء ثبات الأرغام يعزز فرص الثقة وزير الخارجية يدخل الجلسة الخاصة اليوم والجانب الإيجابي مرجح لكفته يصوت معه 23 نائبا مقابل 21 ضده وسام الشاهين تعيين 504 من أبناء الكويتيات في جهات الدولة 366 في التربية و58 في العدل و118 في الدفاع و42 جهة لم تطبق الرسوم وللأهد تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة لتنويع مصادر الدخل الكويت تتسلم الدفع الثاني من اليوروفايتر الشهر المقبل المنفوحي رئيسا لجنة تراخيص الاستثمار بالأراضي والمنشآت الرياضية في السكن الخاص والنموذجي تحويلات الوافدين تقفز إلى 4.12 مليار دينار تم عقود للمباني الخدمية في المطلع قريبا محمد بن راشد لأردوغان زيارتكم تؤسس للشراكة الاستراتيجية بين الأمارات وتركيا بشرة ألمية لغاح شامل يغف كورونا في المستقبل وأزمة أوكرانية تنفرج بوتيني عيقوات إلى ثكيناتها لا نريد حربا بالتأكيد مشاهدين هذا ما جاء في جريدة الأنباء ننتقل معكم إلى جريدة القبس المنشيط الرئيسي وللأهد دعم أجلة التنمية وتنويع مصادر الدخل تسلم التقرير السنوي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عبر محافظ السيولة والاستغرار والدخل لتلبية متطلبات الدولة استراتيجية ثلاثية لحماية الاحتياط العام ويجبرنا على خل الحجاب على أبواب المدارس الهند إضطهاد المحجبات يتصاعد الناصر واجهة الثق اليوم وأيدوا الطلب توقف عند 21 نائبا إلغاء الحجر المؤسسي للأمالة المنزلية غير المطعمين يحضرون بي سي آر ويحجرون أسبوعا منزليا أزمة كورانية تهديئة مشوبة بالحذر وموسكو تسحب غواتها من الحدود وتعلن استعدادها للتفاوض المشاهدين هذا ما جاء في جريدة القبس نترى معكم إلى جريدة الجريدة ولي الأهد لتشجيع الاستثمار نثمن جهودكم في دعم التنمية سمو تسلم تغرير الهيئة السنوي وأشاد بمساعيها لتنميع مصادر الدخل جلسة المسيح تطير والمجلس يصوت اليوم على الثقة بالناصر الغانم رفعها لقياب الحكومة وعدم اكتمال النصاب وسط احتضاج نيابي العازمي منغش التعديلات المسيح أو رحيل الحكومة الاعتبي تأسف حكومي في تطبيق الغانون لأقصى المعارضة السياسية الحجرف الخالد يهم الناس بالتعاون ويتعمد تعطيل أعمال السلطة التشريعية اتخابات التعاونيات وجمعيات النفع العام غريبا الخدمة المدنية عودة البصمة والغاء العفاءات من العمل التربية أمام اقتبار جاهزيتها للعودة الكاملة للدراسة روسيا تسعب قوات من حدود أوكرانيا بوتين يمنح شولتس هدايا قيمة والحذر سيد المغف غربا واشنطن تتوجه لإشراك زوارق إسرائية في تأمين الخليج إيران تفتتح مطارا في طنبل كبرى إحدى الجزر الأماراتية الثلاثة وخازن أسرار استخبارات أربيل المرشح لغوى لرئاسة العراق المحكمة العليا توجه ضربة جديدة للبارزاني مشاهدين الكرام هذا ما جاء في جريدة الجريدة ننتظر معكم إلى جريدة النهار المشهد الرئيسي لجريدة النهار ولي الأهد يدعو إلى خلق بيئة اقتصادية نافسية وتحسين بيئة الأعمال سمو طالب بتعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل وزير الخارجية واثق الخطى ثبات رغم المؤيدين لطلب الطرح عنده 21 واطمناه بتجاوز زلسة اليوم والدولة تحصل ديونها بإجراءات مشددة خطة لرفع الإرادات غير النفطية إلى ثلاثة مليار دينار مشاهدين هذا ما جاء في جريدة النهار ننتظر معكم إلى جريدة الرئي المشهد الرئيسي لجريدة الرئي وللأهد تنويع مصادر الدخل سمو أشاد بجهود هيئة التأجيع لاستثمار المباشر في تعزيز مكانة الكويت وتعزيز النمو أربعة أشصالة أفراح متاحة للحجز الأحد المغبل عبر تطبيق دار المناسبات وواحد فاصل ستة مليار دينار أنفق الكويتون على السفر في تسعة أشهر تحويلات الوافدين ارتفعت ثمانية فاصل ستة في المئة إلى أربعة فاصل أربعة أشف مليار والقاهرة تقترح آليات جديدة لسفر المصريين إلى الكويت عبر لجنة مشتركة لتسهيل الإجراءات مشاهدين الكرام هذا ما جاء في جريدة الرئي ننتظر معكم إلى جريدة السياسة المشهد الرئيسي لجريدة السياسة الناصر ثم الحل مستبعد حالياً الاجتماعات الماراثونية أمنت النصاب اللازم للعبور مع التحسب لمفاجآت اللحظة الأخيرة طلب طرح الثقب الوزير لن يحصل على الرغم من مطلوب بعد توقفه عنده 21 صوتاً حرمان المسي نعم للتكسب والمزايدة النيابية لا التعديل راتب تغايد الأسكريين البدون المشاركين في صد الأدوان العراغي الدفاع تعد كشوفاً بأسمائهم بالإضافة إلى الشهداء غلبهم يحملون إحصاق عام 65 وولدوا في الكويت ارتفاع انفاق الكويتين على السفر إلى 531 مليون دينار بالربع الرابع شرعت باستقبال التظلمات الأمامية بمتابعة من البرجس الداخلية المواطنين والمقيمين لا تحول أمالكم الإلكترونياً لأشخاص مجهولين الشاهدين 42 جهة حكومية الملتظم ورسوم توظيف أبناء الكويتيات مشاهدين الكرام هذا أبرز ما جاء في صحفنا لهذا اليوم وطبيعة الحال مثل ما قررنا على حضراتكم مشاهدين الكرام الأهم خبر الحقيقة تكرر كمنشيت رئيسي في صحفنا اللي هو استلام سموه للأهد التغرير السنوي لها التجيع الاستثمار المباشر وطبعاً كلمة سموه أنه تعزيز مكانة الكويت اقتصادياً برزة المنشيت جريدة الشاهد في المنشيت الرئيسي طبعاً تكلم سموه عن توفير الفرص الاستثمارية لخلق بيئة اقتصادية تنافسية وتحقيق التطور المستمر لتحصين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة بما يعزز النمو وتنويع مصادر الدخل مكافة أضاء مجلس دارة مع خطورة اللجان 46 ألف دينار خسائر النقل العام المجمعة 103% من رأس مالها طبعاً هذا المنشيت الرئيسي على الصفحة الأولى في جريدة الشاهد طبعاً الشاهد رصدت الحقيقة كلمات للفلكيين الكويتيين بعد رحيل العالم الجليل صالح عجيري وأنه تكلمت على أن أغلبهم تتلمد على يد الفلكي الأشهر في المنطقة وكان السؤال بعد رحيل العجيري من يملك القدرة من الفلكيين الكويتيين على إصدار رزنامة وطبعاً أكيد هذا الشيء مهم كذلك طبعاً اهتمامات جريدة الشاهد المنشيت أو الصفحة الأولى على موضوع أوكرانيا هنا المستشار الألماني يجب تفهم موضوعية المطالب الروسية في كلام أن بوتين قال أنه يسحب الغوات إلى مواقعها الأصلية ولكن في كلام آخر أنه في غوات سحبت من منطقة وفي منطقة أخرى لا زالت الغوات على الحدود مع أوكرانيا وبالتالي في كلام أنه كذلك واشنطن أغمارنا الصناعية صورت تحرك الغوات الروسية من نغاط تجمعها إلى مواقع حجومية فالحقيقة الأخبار متضاربة بوتين قال نحن لم نيتنا أن نحارب ولكن أكيد في رأسهم شيء آخر هذه الخدع العسكرية طبعاً إذا لم تتم هذا الحرب خلال ثلاثة أيام معناه أنه مجرد تهويش سنرى إن شاء الله نقرأ عليكم لما أول ما يصنأ الأخبار من خلال الصحب طبعاً هنا في جريدة الأنباء ثبات الأرامي يعزز فرص الثقة كان يوم أمس على موضوع استجواب وزير الخارجية العدد وصل 21 اليوم ثبت هذا الرغم وبالتالي هناك ريحية بالنسبة لوزير الخارجي يعدي من هذا الاستجواب اليوم طبعاً كانت في جلسة خاصة لمنغشة تعديل على قانون الموسي لم تحضر الحكومة بحجة أن التقرير غير جاهز طبعاً لكل إجنداتها أو حساباتها الخاصة سواء بالنسبة للجانب الحكومي أو للجانب النيابي ولكن في المجمل أن هذا التقرير عن موضوع الموسي مفروض أن لجنة داخل الدفاع الترسلة إلى وزارة الأغاف عشان يأتيها الرد بآلية العمل أو رأي وزارة الأغاف في هذا الأمر لأن يتعلق في موضوع الإساء إلى الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية ويعني فبالتالي أمر دقيق وحساس يعني لا بد أن ينظر له من الجانب الشرعي ولكن هناك من يتهم طبعاً بعض النواب اللي كانوا يبون الجلسة أو تقدموا بطلب للجلسة جلسة يعني اليوم الجلسة الخاصة عشان تعديل الألغان والمسي اتهموا للجلسة الداخلية والدفاع البرلمانية أنها تأخرت في إرسال تغريرها وطبعاً كل لها رأي ولا يعني ما يهدف إليه يعني في ناس تلقي هذا يعني تعديل وفي ناس آخرين لا العكس يبيه أن يكون يبقى مثل ما هو بدون تعديل متفاوتة أراء النيابية طبعاً في بعض النواب في اتجاه طرح الثغة وفي نواب أنه راح يكون العدد تقريباً 23 اللي هما مع تجديد الثغة سنة راباتشر إن شاء الله راح يكون الجلسة طبعاً الجلسة المعلومة أن الجلسة ليس فيها مناغشة لكن هناك عدد اثنين مؤيد واثنين معارض يتكلمون مع الوزير وفي اثنين يتكلمون ضد يعني مع طرح الثغة مع التجديد اثنين واثنين مع طرح الثغة وبالتالي يتم التصويت مباشرة يعني الجلسة ما راح تطول كثير يعني ما تستغرق مو جلسة العادية اللي احنا معروفة كمجلس الأمة ولكن هي مجرد أنه أخذ الآراء اللي مع الوزير واللي ضد الوزير وبالتالي ومن ثم يتم المجلس يعني التصويت على الطلب والمتوقع طبعاً أنه منح الثغة للوزير هنا طبعاً المنفوح رئيس لجنة ترخيص الاستثمار بالأراضي والمشاعة الرياضية في السكن الخاص والنموذجي وستحول المباني الخدمية في المطلع قريباً هذا بالنسبة للأنباء الغبس استراتيجية ثلاثية لحماية الاحتياط العام عبر محافظ السيولة والاستغرار والدخل لتلبية متطلبات الدولة طبعاً الكلام عن موضوع يعني الاحتياط العام وكان هناك طبعاً كنا نقرأل على حضراتكم موضوع الدين العام الآن ولله الحمد مع زيادة أسعار النفط وفي خبير نفط يقول لك أنه ممكن يصل إلى 125 برميل النفط وقبل فترة يمكن ذكرنا لحضراتكم أنه شهر ثلاثة راح يكون العجز صفر على لسان خبير اقتصادي كان حضر لنا في برنامج دواني وذكر هذا الموضوع يعني باليوتيوب يعني مش من عندي هذا الكلام وبالتالي أعتقد أنه في الأيام المقبلة لا نحتاج إلى الدين العام حسب المعطيات وحسب الغراءة الاقتصادية اللي قاعد نشوفها وننقل لكم عبر الخبراء الاقتصاديين وخاصة معه أن الموازنة العامة للدولة بنيت على 65 دولار للبرميل النفط طبعاً وبالتالي هنا الآن إحنا وصلنا تقريباً فوق الـ 92 فهذا شيء يطمن ويبشر للخير وبالتالي استراتيجية ثلاثة لحماية الاحتياطي عبر محافظة السيولة وإن شاء الله يكون يعني ما يحتاج لا دين ولا غيره هنا طبعاً خبر مهم إلغاء الحجر المؤسس للأعمال المنزلية غير المطعمين يحضرون بي سي آر ويحجرون أسبوعاً منزلياً طبعاً كل هذا في موضوع التخفيف على الإجراءات الاحترازية طبعاً هنا خبر بالجريدة جلسة المسيق تطير والمجلس صوت اليوم على ثقب الناصر تكلمنا قبل شوية عن الموضوع هذا النهار ذكرت أنه وزير الخارجية واثق الخطأ وثبات رغم المؤيدين لطلب طرحة الثلاغة 2-21 وأطمناها بتجاوز جلسة اليوم الدولة تحصل ديونها بإجراءات مشاهدة طبعاً بالنسبة لمشاهدين الجلسة اليوم لا يعني ذلك أن الاستجوابات انتهت هناك أنباء وممكن تقدم استجوابات حتى يمكن في هذا بعد الجلسة اليوم وممكن باتشرت تقدم استجوابات هذه كل الأنباء ترد لنا وتصل إلينا وأعتقد أنه أكيد يعني يعني الخبر اليوم بفلوس باتشرت يبقى بلاش على ما يقولون سنرى نحن متوقع أن استجوابات لن المسلسل الاستجوابات سيستمر طول هذا يعني حتى خلال الأياد الوطنية راح يكون هناك تقديم يعني جلسة الثمانية ثلاثة متوقع أن يكون هناك استجوابين سيتم مناغشتهم هذا يعني حسب إحنا مصادرنا أو حسب الأنباء اللي يتردنا من مصادر يعني سوابرلمانية أو يعني ما شابه ذلك إحنا طبعاً آخر خبر طريباً غطينا كل الأخبار لكن آخر خبر هنا خبر في السياسة تقول لنا راتب تغادل الأسكريين البدون المشاركين في صد الأدوال العراقي والدفاع تعد كشوفاً بأسماءهم بالإضافة إلى الشهداء وغلبهم يحملون أحصاء 65 وولدوا في الكويت في هذا الخبر ننتهي من اليوم برنامجنا وديوان الصحافة غطينا تقريباً كافة الأخبار باتشر جلسة مهمة راح تشوف أخبار يعني باتشر دسمة في الصحف ويعني حتى وصال يعني راح يكون المشهد السياسي ساقن وساء التواصل ما شاء الله بالدقيقة تنقل الخبر وإحنا نأتي لكم بالليل ننظر لكم الأخبار عبر يعني رسمية عبر صحفنا التي هي مثبتة كأخبار يعني ومصدغيتها أفضل بكثير من وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تتحرد دقة نتمنى أن نكون أنا يعني أفدنا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام نلتق بكم غداً على الخير والمحبة وتصبحونا على خير شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم